كسكسو داري يقدم لكم شي ومع شو ميشا كسكسو داري نايخ تا داري وصفة اليوم ستكون عبارة عن مثلجة بسيطة سيندروها بالجبن الطري الجبن اللي تكون هكذا في الغليرفات بحل شكل ديال الياغورت سنقدمها مرفوقة بالفواكه الحمراء أكثر شيء تعجبني في هذه المتلاجة هو أنها لا تأخذ شيئا في الوقت في التحضير أما بالنسبة للمكونات نستعمل الفواكه الحمراء لماذا نستعمل الفواكه الحمراء؟ لأنه لا تأكسد شيئا أو لونها لا تغيير شيئا بذلك تأتيني أبسط وأسهل أني نوضف هذا النوع من الفكهة كيف نعوض الفواكه الحمراء إلى بغينا بالمونج لأن المونج يستحمل يعني الهواء لا تأكسد شيئا أو لا تغيير شيئا بالنسبة للمكونات لدينا الجبن الطري كما قلت هو الجبن اللي كان أكله بالمعلقلة يكون في الغرفات بحل الياغورت سنحتاج معه القشدة الطريئة بالنسبة لفواكه الحمراء سأخذي الدك الشيئ اللي كان في السوق لأنه الان ما شاء الله السوق كله عمر بالفاكهة الحمراء كان عندنا الفخيز كان حب الملوك كان البرقوق أنا كي يجبني حتى هوية بثافو كثيرا انه حلو كان الفخمبواز وكذلك المغتي كانت متوفرة مرحبا ما كانت شاي ستكتفي فقط مثلا بالفخيز اللي كانت متوفرة دائما والثمن جدا مناسب اولا انا محتاجة ان ندير صلاطة من الفاكهة ونصلاة دو فروي هادا صلاطة دو فروي سنتبه لها سنتبه لها القشرة الحامض لأنه الحامض يتوتى بثاف مع قاعدة فواكه الحمراء سنتبه لها القشرة الحامض ونضيف لها عصر الحامض وشوية السكر باش يلاك تطلق ذاك الماء الطبيعي دياله وكتعطني اللون الحمر اللي فيها اللي غادي زي اللي المتلجة بالنسبة للمتلجة ما كتحتاج شاي لشي تقنية خاصة لشي نمشدوها فقط خاص يكون عندنا امول انا خديت هذا هذا مطفرن في السوق كيجي المنظر ديالها جميل بزاف كتتخلط كندير انشانتي تنخلطها مع الجبن الابيض لانه هاد الجبن الطريق بالنسبة للناس اللي كتبعي الحلاوة تكون شوية زيدة فكيمكن لكم تستعملوا بالنسبة للسكر انا شخصيا سوف ندير شوية السكر مع القشدة الطريقة فاشغل نطربها على شكل شانطيهي ومن بعد سوف ندير شوية السكر مع الفروت وهذا بالنسبة لي راه كافي بشك يعطي لنا ديسير متوازن او المتلجة متوازنة بالنسبة للحلاوة اذا سنبدأ نقطع كيفما قلت لكم هذه العملية سوف نقطع الفاكهة سوف نديرها هنا نحكي عليها القشرة الحامض ندير عليها شوية العسرة الحامض و شوية السكر موسيقى قطعت الفرز زيت عليهم حبل الملوك زيت عليهم الفرامبواز كيفما قلت لكم كدروا الفواكه بحسب الرغبة رائعة لكم قشرة الحامض سوف نضيف مع الاسكر حيث يتمكن منعهم لذلك لذلك سوف نضيفه كالجن و سوف نضيف القشرة الطرية بردة سوف نخفقها مع سكر ناعم كما خفقت كريمة مخفقة سوف نضيفها على الجبن الطري نقرب عندنا سكر هنا نستطيع عمله سكر سوف نخفقه فيها اضفت عليها شوية سكر ومن بعد تضيفتها على الجبن الطري سوف نزيده لفروغوش مع السيرو ديالهم هذا يمكنه يتقدم بحلها كذا سوف نضيفه كمتلجة سوف نضيفه في المجمد كما سوف تقدموها كدسير سوف نضيفه لتزيين لذلك سوف نضيف المتلجة في الجبن سهلة بسيطة سوف نضيفه ولكن لا تستطيع نضيفه الحمر لون الحمر مرخم من خليط البيض يوغورت مجموع لانضيفه سوف نستعمل مول كالسيليكون او لك ندره واحد بحال هذا نضربه مزيان هكذا سنأخذ قطعة للبلاستيك الغذائي سنلصقها على وجه المتلجة سندخلها المجمد نجدها حتى تتجمد وتقصح ونخرجها باش نقدمها ونضيها خليت المتلجة حتى تجمدات جبن طري من بعد زولتها حطيتها في طبق تقديم زينتها بقلية صلاطة الفواكه ومن بعد عملت هكذا المغتي من الفوق حكيت شوية الحامل دائما باش نعطيه وذلك منكها وذلك نسمة الانتعاش وزيننا بوريقة ديالنا نغبرنا بسكر سقيل كانت تنوح تلاشرحت الخمسطاشر دقيقة باش يالله كانت تسلق شي شوية المتلجة عدا باش كانت ناولوها وصلنا النهاية ديال الحلقة نتمنى لكم شاهية طيبة في حل ديما ونطلقوا مع وصفة جديدة وحلقة اخرى الى اللقاء اشتركوا في القناة